منتخب مصر في دور الستاشر لو صعد في المركز الثالث هيواجه متصدر المجموعة الرابعة اللي فيها مين؟ فيها الجزائر فيها بوركينافاسو فيها أنجولا وفيها موريتانيا على الوراء الجزائر بس الجزائر عدلت أول مباراة ولسه ما فيش حسم في صدارة هذه المجموعة لسه ممكن بكرة تبان شوية ملعنة نهاردة كاب فردي عملت مباراة كبيرة قدام موزنبيك كاب فردي مفاجئة البطولة حتى هذه اللحظة مبراطين في منتهى القوة أمام غانا وأمام موزنبيك بس ده ما كانش الحكاية بالنسبة لي يعني الحكاية أنه مطش خلص ونتيجة وخلاص نهاردة كان فيه جول حلو قوي جول الأول لكاب فردي جابه تياجو منول بيبي لعب ده تصويبة ساروخية رائعة واحدة من أهم الحاجات اللي ممكن تشوفها في كرة القدم من مسافة أكتر من خمسين ياردة خمسين ياردة تقريبا بس اللعب ده بيبي ده عنده حكاية ظريفة حكاية ظريفة اللعب ده والده والدته كانوا عايشين في البرتغال لهم من كاب فردي يعني والده والدته من كاب فردي وكانوا عايشين في البرتغال لظروف وضائقة مالية اضطروا أنه هم يسيبوا البرتغال ويرجعوا بلدهم بس مرضوش يخضوا منهم اللي هو ده بيبي ويرجع معاهم بلدهم كاب فردي فسابوه في البرتغال في مدينة صغيرة ودخلوه ملجأ ملجأ يعيش فيه وبدأ هو في الملجأ ده يمارس كرة القدم بدأ يشتغل على نفسه بدأ يلعب بدأ يتشاف بدأ نادي في البرتغال اللي يشوفوا عجبهم فبدأوا ياخدوه ويشتغلوا معاه بعد جدا جات له عروض من أندية كبيرة منهم نادي منشستر يونيت منين؟ من الملجأ من الملجأ كان في الملجأ بيلعب كرة حد شافه قال له تعالى هواديك نادي صغير في البرتغال هبا منشستر يونيت تشافه يلا ويبدأ تجربة احترافية عظيمة جدا بعد كده نهاردة وهو بيحتفل وهذه الطاقة الكبيرة جدا كان بيحتفل بنفس الطريقة دي بحسب كلامه وهو في الملجأ وهو في الملجأ وبعدين وبعدين قال لهم في حوار صعفي قبل كده أنا كل ما بسجل هدف أو بروح أصوب كرة وأنا بصوب بالكرة زي اللي صوبها النهاردة دي اللي هي من مسافة كبيرة قوي دي قال بحط قدام عناية كل الصعوبات اللي وجهتها في حياتي من أيام ما كنت في الملجأ فبتديني طاقة وقوة كبيرة جدا وأنا بصوب الكرة فالرجل النهاردة هو بيصوب الكرة وتخيلها في مشهد درامي تخيلها معي في مشهد درامي بص على كل الشريط الحياة ده والده والدته سابوه في البرتغال دخل ملجأ بدأ يلعب في الملجأ يشوفه حد يقوله تعالى يلعب معاه في النادي في البرتغال ده صغير بقى كي يروح مانشستر وينايتد فالمشهد ده بيبقى قدام عينيه فهو داخل يشوت الكرة عشان كده طلع الساروخ اللي انت شفته النهاردة ده الساروخ اللي انت شفته النهاردة ده طيب